اشتركوا في القناة وصريحة ضيفنا لهذا العدد شخصية تصنع الحدث في كل اسبوع سواء من خلال تصريحاتها او تصرفاتها هو ببساطة الرجل قوي في بيت فريق شباب قسنطينا المدير الرياضي للفريق محمد ابو الحبيب المعروف لدى الوسط الرياضي بتسمية سوسو شكرا على الدعوة ونحييه الجمهور الكريم عبر قناة النهار محمد ابو الحبيب خلينا نبدأ معك سبق ونصرحت ان الفريق قادر على لعب الادوار الاولى هذا الموسم خاصة مع الانطلاق الجيدة التي حققها الفريق لكن شوفوك في الاوين الاخيرة تراجعت على تصريحاتك وقلت ان الفريق رح يلعب على البقاء الشطر الاول صحيح ان الانطلاق كان جيدا ولكن هنا امري ما قلت اللعب الادوار الاولى ومنذ السنة الاولى اللي جيت شباب قسنطينا وقلت لهم الادوار الاولى رحي بعد خمس سنوات وهذا حبل في الجمهور والصراحة اللي محودة ولازم نتكلمه بصراحة وبيشافافية لانه باهم نخدمه مشروع فريق ليلعب الادوار الاولى لازم بدا الوقت ونظن حتى خمس سنوات وسمة يعني مدة لباسبه يعني مفروض اكتر ونصرة شباب قسنطينا ممكن يطرح السؤال ولكن كل ضروف مهيئة لفريق شباب قسنطينا عندكم جمهور هو الاكبر الى جانب جمهور مولودية الجزائر على مستوى القطر الوطنية عندكم ملعب هو الاحسن في الجزائر كل ضروف مهيئة لشباب قسنطينا لماذا سيد محمد ابو الحبيب يصير في كل مضاعة لأن الفريق تعوه فريق الحد تعوه هو اللعب على البقاء لا أدرك اللي بعيد على الفريق وما يكونش في نصف الفريق ممكن يشوف الظروف كلها مهيئة وفي حقيقة الأمر الظروف ما زالت ميش مهيئة لأنه نلعب الأدوار الأولى لازم تكون عندنا إمكانية مالية إمكانية بشرية لازم تكون عندنا بوناة احتية لازم تكون عندنا إدارة مهيكة يعني 100% وهذا الظروف بكل ما زالت مكيش مجمعتش في فريق شابه قسنطينة حقيقة في ثلاث سنوات هذي يعني دلنا شوط كبير يعني قدمنا شابه قسنطينة يعني يتقدم من كل النواحي يعني من ناحية الجمهور من ناحية الإمكانية اللي كنت نقول فيها ولكن ما زلنا ما وصلناش لدراجة كما نقولون نج بانقدروا نلعبوا الأدوار الأولى ولازم نمشيوا بتاريقة كما هيك بصراحة مع الجمهور برسك يكون نبدا ونتكلموا على الأدوار الأولى ونحن ما زلنا مستعدين للأدوار الأولى ممكن تأثر علينا فيما تبقى من المشوار يعني تعليل المشروع هذا لأنه نازم الناس تعرف بالفرق اللي بات لعب الأدوار الأولى هي فرق اللي تكون على الأقل عندها خمسة ست سنوات في الدرجة الأولى كنعود ونحن اللعبوا الأدوار الأولى يعني ونحن عندنا عاملنا ثلاث سنين فقط من اللي جينا من الدرجة الثانية اللي قعدنا فيها سبع سنوات متتالية ما للفرق اللي عندها 10 سنين في الدراجة الأولى والفرق اللي عندها 12 و 15 والفرق اللي عمرها ما سقطت وش تلعب الفرق هذي دونك هنا ما نزربوش ما نستبقوا الأحداث ولا نزربوكي ما يقولك نكزوا على سلم يعني دراجات لي متسرعة وانتو ما في الجزيل وش تقولوا انتو ما هنا يا ماتل كبير في الجزيل واني يقولوا يعني يعجبني الماتل اللي يصال جروع لي يقولك الشغل اللي مليح يطول ممكنك تبيع الوهم لأنصار فريق شباب قسنطينا تقول أنه هناك مشارع خمس سنوات حتى ميحاس بوكش أنصار شباب قسنطينا على النتائج اللي ممكن رح تكون سلبية الفريق لأنه انتو تتكلم على البونة التحتية انتو أفضل من العديد من الأندية اللي يتلعب الأدوار الأولى وما عندهاش بونة التحتية وما عندهاش أصلا ملعب الملعب اللي ما نقدرش نستعمله يومين يسمى البونة التحتية ما زالت نقصها لأنه الملعب تحتنا موعش بش طبيعيا وحنا قاعدين نلعبه في ملعب اللي نستعمله مرة في الأسبوع وهذا غير كافي ولهذا بلك تلاحظوا أنه شباب قسنطينا من اللي بدأت البطولة كل المتتبعين ويوني شوفوا شباب قسنطينا يعني فارق مغاير تماما للفارق اللي يلعب برق قسنطينا يعني فيش قسنطينا لعبنا اللي حدي الآن ست مقابلات بتشوف البيلون ثلاث مقابلات تعادل سلبي وثلاث مقابلات يعني ربحناهم بشق الأنفس يعني احنا مش بأريوح هاولا ولهذا من علامات الفاريخ باهي لعب الأدوار الأولى نازمو يكون مليح داخل الديار وحنا ما نقدرش نكونوا مليح داخل الديار وحنا ما نستعملوا الملعب تعنا داخل الديار مرة في الأسبوع ولهذا قاعد نقول لنا البنة تحتية ما زلت نقصة بالإضافة إلى ناحية المالية رانما ناش قويين بزاف ماليين عندنا بعض المتاعب بلئيسان يكون صريح ولكن احنا قاعد يحاول يعني الإدارة هادي قاعد تتحول بها تكون مليحة ولكن 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 الملعب كما يقول لك الملعب وني يكون تستطادر ما نستعملوش بزاف نعيه وحنا في الملعب تعالى كما نشاهدوا الصور كما قاعد نشاهدوا في الصور بالإضافة إلى أنه شباب قسنطينا قاعد يستقبل في ملعب محايد يعني اللي من مواصفات العالمية يعني بالنسبة صوال اللي يجي يلعب معنا الحمد لله ثلاثة أو ربع سنوات ما كان حتى يعني أدفرسر جاء لعب معنا في قسنطينا وشكا يعني هذا يشاهدوا لي الجزائر كاملة وخاصة سموزينا خدينا الطرفية تعالى الروح الرياضية لأنه واحد مش كاملنا بالإضافة إلى التاقم التحكيمي كي يجي المدينة قسنطينا يلقى كل الضرف مهيئة بها يتبق القانون عكس بعض الملعب يعني مع كل تحفظات يعني احنا نحترموا كل الناس هنا بها ما نجرحوا حتى واحد ولكن كان بعض الملعب لما تسمعش بها تكون مقابلات فيها يعني مقابلات تكون فيها تأثيرات يعني أنه بشر يبقى اللعب بشر يبقى الحاكم بشر يبقى المدربين بشر كي يرم بعض الملعب وإن الملعب يأثر شيئا المقابلة ونتيش المقابلة خلينا نعرجو الآن إلى القضية الآنية اللي عرفها بيت فارق شباب قسنطينا والمتمثلة في إخفاء إجازة المدرب قارزيتو خلال لقاء شبيب جايا في سابقة هي الأولى من نوعها سيد محمد بو الحبيب نشوف أنه إدارة تقدم على إخفاء إجازة المدرب حتى تجبره على الإقالة هل هذا هو الاحتراف اللي يدعو إليه سيد بو الحبيب وباقي أعضاء إدارة فارق شباب قسنطينا أولا نقول قبل كل شيء سمنا ما نحبش نستعمل كلمة إخفاء دي ما كانش إخفاءة على الإجازة هو كان سحب للإجازة والإدارة سيدة إدارة شباب قسنطينا سيدة في المواقف تحها وهذا ونزم كان أمور تتبق سواء اللعبين سواء التاقم الفني لأنه حتى كان اللعبين في أوروبا هذي هون لعب ممتاز وما دي يكون لك كان خطأ والله الفريق ما يسمح لهش بيلعب مقابلة أما بالنسبة للإحناية كنا سحبنا للوحيد لأنه صارها مشكلة مع المدرب المدرب عصاعة ومرتع الإدارة وكان أمور إدارية بحتها كيفاش عصال أوامل تاقم الإدارة ما ردخلكم المطالب تاقم فيما يخص الجانب الفني سليه ويبقى أنه هو المسؤول الأول عنه سامحني شوف احنا المدرب عنده عقد مع الإدارة شباب قسنطينا يعني شركة والعقد هذا يحميلوا الحقوق والعقد هذا يحتوي على الواجبات من فر شباب قسنطينا حضوروا والله موش حضوروا في مقابلة من ضمن 12 مقابلة على كرسي الاحتياط يبقى من صلاحيات الإدارة والإدارة عندها صلاحيات فيما يخص ما كانش حاجة في العقد اللي تقول لازم المدرب هذا يكون على بنك الاحتياط نعتبره لكن ليس بهذه الطائقة سمحني قم بإقالة مدرب سمحني كان المدربين قاعدوا في تريبين ست شهور كان المدربين قاعدوا في تريبين ست شهور هذا احنا المدرب بتاعنا هذا كان أمور إدارية داخلية لازم المقابلة هذه قاعد في تريبين رغم رغم هذا نشرح أنا ما هي هذه الأمور خلينا هذه أمور إدارية بحتى قد سويت الأمور هذه للمدرب هذا تطلب بطاقة البيضاء احنا أعطيناه البطاقة البيضاء كون عنا نقيلوه من صلاحيات الإضارة قادرة تقلمهم بدرب احنا ما أقلناش المدرب كاين بعض الأمور اللي حطينا النقاط على الحروف ترتيب البيت علاش باسكو تركبه نصله الوقع وين كل واحد يتحمل المسؤوليته الآن المدرب هذا عطيناه كامل الصلاحيات اللي طلبها عطيناها وفرناه للأمور الشيلي دومونده معا من يخدم معا من ما يخدمش اللاعبين اللي حبيت يليزيهم ويتحمل المسؤوليته احنا يمشينا 12 مقابلة في اللفاظ أهلي المدرب هذا كان يعمل مع جميع التاقم الفني اللي هو آنايا بالإضافة إلى المساعدين اللي هو مبونا عاس لعور ابنه ابن قرزيطو ومحضر بداني دهرت له المدرب هذا يستغني على التاقم هذا وينصرح رسميا باللي ما يسحقش ما يخدمش لا معا من أبو نعاس والله احنا دركا حتى نتوضح حتى الأمور انذر الرأي العام للرأي العام لازموا يسمع الأمور هذي موش نبدو صلاحيات بدون ما يعلم الرأي العام دركا كي عاد الرأي العام يعلم كل الصلاحيات وفر دركا نولي ونعطيه القرزيطو الورقة البيضاء نعطيه اللعب هذا اللي قاعد يقول انا نعول على اللعب هذا احنا نتمنى واللعب هذا يولي يسجل اللي صراع عليه المشكل يولي يسجل الصباح وفي اللايدة والعشية بيانشر دونك حنايا قرزيطو طلب منزيدوش أنا ماسميها شدخولات أنا نسميها 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 كلنا مشاوارات أنا بالنسبة ليا نسميها باللغة التقنية مشاوارات سيد قرزيطو طلب دركا باهم ويزيدوش يكونوا مشاوارات يعني يخدم وحده يتحمل المسؤولية وحده الإدارة راح توفيلو هذا الشر إذا ما المغزاة سيد ابو الحبير نتمنى وبرك نتمنى وبرك نتمنى ويتحمل المسؤولية إذا ما المغزاة من قرار الإدارة مؤخرا بسحب إجازة المدرب إذا عطيتوه الآن كل بطاقة البيضاء كما عليك تقول ما المغزاة من الخطوة اللي قمتم بها البعض يرى أنها تهديد من قبل الإدارة المدرب قرارزيتو أنه لو تنحارف على رأي الإدارة راح تكون مؤالك تصعد إلى المدرجات ما هي إلا إندار أول القرارزيتو بما يتعداش فوق الصلاحية تنتعه لأنه عندما الإدارة تستدعي مدرب إلى اجتماع رسمي وما يجيش المدرب الاجتماع رسمي معناها تعدى الصلاحية التعه والإدارة أي واحد يتعدى الصلاحية التعه سوى مدرب سوى لعب سوى إداري عندها سلّم تعه العقوبات لتقدر تعقب به الإدارة وإحنا أحنا أوم بريثار في شباب قاسنطينة أوم بريثار نخسره مقابلات في كورة القادم بس نحنان ستوريو تربية واحترام ليرشي تعه المسؤولين على مستوى الفريق وما ندخلوش اعتبارات خلاف لأننا المدرب عمل للأسبوع تعه عادي واليوم مش اليوم يستطيع الأسبوع هذا كامل هو يعمل عادي وبعكس ذلك العكس ذلك الإدارة نعتت احترافية كبيرة وين نعتت للجمهور كامل باللي الشيلي طلبه المدرب هذا أرى نوفرناه الو الآن النقطة الوحيدة علامة استفهام الوحيدة إنه المدرب هذا عليها سنة 12 مقابلة 12 مقابلة وعليه سنة حتين عاد في المراتب الأولى با هو الله يقول أنا يوم ما نعملش مع فولان وعلا درك احنا با ما ندخلوش في كي ما يقولك في في أمور جانبية والله احنا رانعطيه كل صلاحيات المدرب بعلاش برسكو احنا كإدارة احنا كإدارة الهدف اللول والآخر تعنا هو البقاء ونظن ب 21 نقطة حاليا شباب قسنطينات تقدر تقول 80% ضمن البقاء انتعوا بارابور الكمباش تعل السنوات الماضية درك نعطيه حناية احنا مدابين المدرب هذا درك نعطيه الصلاحيات بكل مدابين احنا يكونوا دينوا جلطة احسن من اللي كنا نسننهم فيهم تتهم سيد محمد ابو الحبيب على اعتبار انك انت الراجل قوي في فريق شباب قسنطينا على الرغم من اعتبار انه انتم معكم حاليا تابعين يعني تحت لواء شركة التعصيل لكن تتهم انك انتهى هو المدبر لما حدث للمدرب قصيته على اعتبار انك ما تقبلش كيف ان هذا المدرب لا يحقق نتائج ايجابية مع الفريق وانترك تكلم رغم انك ترفض التأكيد على انها نتائج ايجابية انطلاقة من اداء الفريق لكن الفريق بعد 12 جولة من انطلاق البطولة ضمن الباقاء بنسبة كبيرة انت تتهم انك وراء كل ما يحدث للمدرب قصيته على اعتبار انه المدرب هذا ما خلكش تدخل فيه صلاحيات الفنية تاعه خاصة انه محمد ابو الحبيب يتهم دائما انه هو كما القلوب العامية يدير تشكيله في فريق شباب قصنطينا شوف اولا قبل كل شيء السيد ابو الحبيب يمتل ادارة اس اس بي السياسي جروب تصيدي يعني انك نتكلم انا مع مدرب والله مع لاعب نتكلم اه باسم مجلس الادارة اللي مخول لصلاحيات هذا وما كان حتى قرار قاعد يتاخذ في شباب قصنطينا منذ سنة تقريبا بدون المرور على مجلس الادارة والدليل على ذلك هو قضية قرزيتو اني طرحتها في مجلس الادارة ومجلس الادارة هو اللي بد في القضية هذه يعني احنا يا الاطر الرسمية حاليا الحاجة الثانية احنا المدرب قرزيتو انا ما ننكرش باللي كنا نعملو بمنطقة تشاور انا ما ننكرش باللي لكن هو المدرب ممكن مسير سامحني سامحني انا مدير رياضي روحوا يدخلوا الانترنت وشوفوا صلاحية المدير رياضي على مستوى الانديا الاوروبية انا يا مدير رياضي مانيش مسير فقط اذا التال يحضر تشكيلها مدير رياضي سبك مدير رياضي هو اللي يقوم بانتداب المدرب مع كوميسيون كما نقولو احنا مع لجنة كما عملنا احنا في الصائفة هذي كانت لجنة هي اللي استقدمت سيد قارزيتو هي اللي استقدمت التاقم الفني اللجنة هي اللي استقدمت كل اللاعبين وتدرسوا يعني كل الملفات في لجنة درك احنا يا كنا نخدمو انا ما ننكرش وانا هنا على المباشر باللي ادخلت في صلاحية قارزيتو في المقابلة الثانية المقابلة الاولى وينشير قارزيتو لعب على رأس حربة حنيني انا دخلت في المقابلة الثانية وقلت له ما يلعبش حنيني يلعب بولمدايس والداليل على ذلك يمع لعب حنيني بولمدايس حقنا اول انتصار ليجا خرج الديار في الحراش بعد الحراش لعبنا مقابلة في قاسنطينا بدون حنيني ربحنا رأس حربة مركز للفريق مركز هدفين زدنا راحنا للصورة ربحنا دخلنا مع عودنا خرجنا للنمسيو درنا ماتش تعدل فوجاء فجأة دخلنا مع العلماء بدون علم ودرنا عودنا درنا نكسافي قاسنطينا اهنا انا ما ننكرش باللي دخلت العضو هدا حنيني قلت له انا ساللعب هدا هو اللي يعني مأطر على الفريق دركال قارزيتو سنة 12 مقابلة كي عاد من كلاسيا مليح ولا دهرت له يعني كي كان كان يمشي نورمال كنا نتشاورو في الفريق نتشاورو في الخطط نتشاورو في كل شي لاني انا ضمن التاقم الفني كان يتاقم فيني وما تنساش بليبون عاس عنده ثلاث سنوات في الفريق لعوار عنده سنتين يعني مش حاجة بالدليل لعبين قدما عندهم دي دي بلون في الجزائر ومدربين الناس ما شبان اللي جايين دركا بعد ما حقق الفريق وصل الواحد وعشرين نقطة في الثناش المقابلة بفضل تشاور هنا غارزيتو ولا حب ياخد الوراق البيضاء وما يشاورش كي راح ما شاورش في الاربعاء الفريق بعدها ست عشرين المقابلة خدا اول هزيمة لانه الفريق الحداش اللي حطهم غارزيتو يوم الاربعاء في الاربعاء غير الخطة يعني كل الخطط اللي لعبنا بهم من دي بيت سيزون لليوم هي خطة نلعبه ربعة خمسة واحد خارج الديار هو نهار بدل الخطة وبدل اللاعبين في الاربعاء وصلنا دركا غارزيتو وشا هنقول لك أنا هدا مدرب عنده عقد مع الفريق والشركة سيدة في القرار التاح يعني مجلس الإدارة سيد المدرب أنسيستا وصرح في وسائل رسمية به ما يديميسيونيش ما يسحقش بو الحبيب ما يسحقش بو نعاس هدو دكرارهم في وسائل رسمية ولازم ترجعوا لي حنيني باه نستعملوا لأني عنصر هدا عنصرهم حن رح نوفرول هاد الشورط هذي أولا ما ندخل معه أصدر ما ندخل خيارات خيارات يدير خيارات حر فيها بكل حرية وبهما ندير رنجيش راح ما ندخل ما ندخل ما نكونش على رأس الفريق التقني راح ندخل الإدارة راح تعيل إنسان خلف معاه في يمشي معاه في الأمور التقنية راح نلبيولو لشواتع ونظرنا منبينهولو ديج على حسب كيتفوت الحصة هذي وشوفوها الجمهور يلقونا ديج كينا أمور تلبات متمنو راح نرجعولو لليسونس حنيني هو حر في الخيارات يحب لعب هذي الخيارات نتمنو نتمنو اللعب هذي واللي سجللنا ثلاث أهداف يوميا واحد صباح واحد في القيلة واحد العشية نتمنو الخطط الخطط اللي راح يلعب بها يتمشي ونحبو لانكر هو في الأول والآخر الشركة هي لمستفادة كي ينجح ميسيو قارزي طوب الفريق هذا راح الإدارة هي لمستفادة وشية تكون انكي انتي كاسات و الله حاجة يتحمل عمرنا ما حسننا في المعارضة كي ما يقولوا بعد الفريق يحصلوا في المعارضة تحم وعمرنا ما حصلنا في اللاعبين احنا كي نخسروا مقابل نقولوا خسرنا كي ندلوا تعادل نقولوا ندلنا تعادل وكي نربحوا نقولوا نبروك علينا نتمنو ما يدخننا شي ماتهات خلاف تعي ولي كي يخونوا هدرعيه ولي يقول بي السحور دونك هده برقبنت من نوها ما تصرح خلينا نطلع صفحة المدرب غارزيتور اللي باقي على رأس العارضة الفنية وعنده كل صراحيات الفنية خلينا نعرج الى بعض صريحات سابقة عليك حتى تناولوا كل القضايا انت كنت صرحت في وقت سابق بانه يوجد في الادارة الحالية لو يعمل على تحطيم الفارق بكل صراحة كي ما قلنا يفتعنا انه يجاوبنا بكل صراحة كون هذا الشخص ليحاول تحطيم الفارق ولماذا شوف ان لا صرحت يعني ما نشفاش لا صرحت صريح هذا ما معاك ما عليش نجاوبه على السؤال هذا لا صرحت صريح هذا ممكن صرحته قبل شهر جوان سنة الماضية ممكن قبل شهر جوان لانه في الفترة بين افريل وجوان كان تعيين مدير عام بتاع الشركة بالاضافة المدير المالي والاداري وبكل صراحة يعني بكل صراحة العضوين هذو ما جابوش يعني اضافة اضافة للفريق احنا في الاول والاخر يعني احنا نحوسوا على المصلحات على الفريق وكي نقولوا المصلحات على الفريق هو ارضاء الجمهور العاري تعشاب قسنطينة اللي احنا قاعدين نعملوا جاهدين على الاقل نوصلونه ربعي خمسين من المية وعليه قلت كين اعضاء قاعدة تحط من لانه كانت في الوقت هذك امور ماش يعني كلار كم نقوله هنا كان استياد في مياه العكرة والدليل على ذلك يعني بعد ربعة وخمسة وستة شهور حتى المجلس الادارة يعني وين قيم باللي العمل اللي كان صراح بين افريل وشهر جوير وين استقال المدير العام كل الريزوليس اللي اندرناها والقارارات اللي اتخذناها في مجلس الادارة هو ما نفدهمش وعكس دالك يعني راح يخدم يعني ودال حويش اللي مهمش من الصالحية تاعه ولهذا نكن ضمن صالح هذا صالح قبل شهر جوان لكن معروف على السيد بو الحبيب انه اي شخص يكون ضد عليه اكيد انه راو يحطن في فارق لا بالعكس لان العداوة يا عكسين والحبيب العديد من الاشخاص اللي عرضوك شوف انا يلمو الناس اللي عرضوني ولا ينتقدوني بالعكس نستفيد من الانتقادات لانه النقد النقد في حدداته بالنسبة للفرد بالنسبة للفرد النقد هدا راح يعون ونستدري ممكن بلات الانسان يكون عندنا قائس يصلحها بالنقد بالنقد البناء تعلوا لكن وصفتهم بالتوثال انا شوف انا كي نقول هديك ما هدوكم ايش ما تكلمت انا على المعارض كمعارض انا تكلمت على كانوا ناس من قبل الحمد لله يعني تلما شباب قاسنطينا راه في صحة جيدة امور يعني نتكلم بصراح بالنسبة للجمهور ولا بالنسبة للون طول شباب قاسنطينا ما قدر ونقايص بتنساش بليش بقاسنطينا كان فريق يعني في الدرجة التانية وقعد في الدرجة التانية تقريبا سبع سنوات علاش من هاد المحيط المتعفن هدا لي كيما نقول وكان بعض الفرق لي مازال تتعاني من المحيط حال المتعفن اللي ما قدرش تيمرجي الحمد لله احنا تخلصنا حاليا نخدر نقول هنا ما عندناش مشاكل معناش يعني محيط متعفن كيما كان ندرك الامر واضحة الناس بكل وراء الفريق لكن ليس بالضرورة انه لي عارض سيد بو الحبيب او عارض ادارة فريق شباب متعفن من المحيط المتعفن احنا ما قلناش لي عارضنا محيط متعفن احنا كنا الناس اللي عندهم بعض كانوا ناس عندهم بعض لي ما مش مقبولين ما مش مقبولين بتات ونظفنا احنا نعطيك بيتان وين كانت تريبين اوفيسيال يعني وين نقول منصة شرفية يصروا فيها احداث غاربة وسائل الاعلام يعني كما نقول توتق هذا الحواج حاليا نظفنا المحيط هذا ولا لبس عليه ودني لبس وحتى الناس اللي كانوا نصفوهم بالاوصاف هذي لما شوريتي تحم ولو عناصر تجع في الفارق ونظر كل يعني مدينة قاسمتين حاليا بياب مية بالمية من المدينة راهي ورا الفارق تحو الدليل على ذلك الأسبوع الماضي يعني واحد من رؤساء القدماء كما يقول دارت صريح في الجريدة وين قال شكر هذي الادارة وقال لنا ورا الادارة هذي اللي كان تقريبا سنة ولا سنتين ماضية كان عكس يعني مئة وثمانين درجة وهذا شيء إيجابي يعني لازم نوهو به بللي شيء إيجابي وين الناس بكل ورات ولات وراء الفارق تحالي أنه الفارق هذا راه إلى بزوان أبناءه بكل فارق شاب قاسمتين عاد فارق محترف عنده مكانته في الدرجة الأولى في الكوكبات المقدمة نظن كأنه أمور إيجابية كثيرة في فارق شاب قاسمتين وشيال لازم الناس تخلي الفارق هذا يخدم به وما تبقاش تخلط له باسكو كينين دركة عدوا حت دركة أنا نظن أنا نظن دركة ولا تخلط أور كوستنتين يعني أخدا الفارق شاب قاسمتين بعد وطني بعد وطني أخدا نوتر ديمانسيون وينولوا دركة المعارضة المعارضة على شاب قاسمتين ما تبقاش قاسمتين ولا تكين معارضة ولا الناس اللي يحفروا للشاب قاسمتين ولا يخلطوا سيد محمد ابو الحبيب بعدنا فاصل إعلاني مشاهدين الكرام فاصل إعلاني ثم نواصل أهلا بكم مجددا إلى الجزء الثاني من حصة هجوم معاكس مع ضيفي لهذا العدد ويتعلق الأمر بسيد محمد ابو الحبيب المدير الرياضي لفريق شباب قاسمتين في الجزء الأول كما تابعتم تحدثنا عن فريق شباب قاسمتين والمشاكل التي عرفها الفريق في الآوينة الآخرة بعد إبعاد قرزيتو قبل أن يوضح سيد ابو الحبيب على أن الإدارة قررت رسميا إبقاء على المدرب على رأس العارضة الفنية مع صلاحيات موسعة في الجزء الثاني سنتحط معك سيد محمد ابو الحبيب نعود معك قليلا إلى الوراء إلى الماضي يعني حتى نصل تضوء على بعض القضايا اللي الناس ممكن أو محبين يعرفوا ماذا حدث بالضبط بعلاقته مع الرئيس السابق لفريق اتحاد العاصمة سيد عليق وهل صحيح ما يتم تداوله على أنك منحط له لقاء خلال موسم كوراوي 96 بمقابل ذلك سيد عليق منحلك اللقاء تاع 97 أو بك هنهن بضحور أمور الساعة أنا ما عندي إش علاقة بالسيد عليق سفادر العلاقة لي كانت الشباب قسنطينة مع اتحاد العاصمة كانت علاقة طيبة بين الأنصار بين الفريق وبين الإدارتين يعني وعلى رأس الإدارة شباب قسنطينة المتحدد وعلى رأس إدارة اتحاد العاصمة سيد سيد عليق ولكن احنا العلاقة طيبة يعني مع اتحاد العاصمة واللي ما زلت لحد الآن لأنه فريق شباب قسنطينة والاتحاد العاصمة فريقين عارقين من مدينتين كبار يعني على عاصمة الجزائر ومدينة قسنطينة اللي عاصمة الشرق الجزائري على مدى العصور كان علاقة طيبة بين الفريقين اما فيما يخص الاشاعات المقابلة شابب قسنطينة مد مقابل الاتحاد العاصمة واتحاد العاصمة مد مقابل شابب قسنطينة هذا مجرد الا اشاعات بعد ما يصروا حوائج الناس تقول لي كل واحد في السر الشيء والله يحطط الامور في السر هاكي ما يحب هو ولكن في حقيقة الامر شابب قسنطينة لعب مقابلة مع اتحاد العاصمة في السنة الرياضية خمسة وتسعين ستة وتسعين في قسنطينة وين خسر شابب قسنطينة المقابلة كانت علما اظن اخر مقابلة في البطولة وين اتحاد العاصمة كان في المرتبة الاولى يعني بدون منازع وجلت مدية قسنطينة وين تقريبا كانت لما اظن بين المقابلة يعني الجولة تسع وعشرين والجولة تلاتين كانت تقريبا عشرين يوم والله واحد وعشرين يوم يعني ثلاثة اسابيع سخيل انت فريق ضمن البقاء وفريق يلعب على البطولة الفريق اللي ضمن البقاء يستنى واحد وعشرين يوم بيلعب اخر مقابلة احنا كنا دخلنا في عطلة اللاعبين كما تعرفوا في عطلة اتحاد العاصمة كان مازال قاعد يفتح ديارات انتعوا ولهذا يعني المقابلة كانت صالح اتحاد العاصمة اللي كانوا اكثر كما نقولوا جاهزية اما المقابلة السنة اللي وراها يعني في 96-97 وان شابب قاسمتين جاء ربحنا المقابلة الاخيرة في اتحاد العاصمة يعني هو عليها خرجوا هاد التأويلات لانه صدفة خلت بلعبنا احنا المقابلة الاخيرة في السنة 95-96 في قاسمتين ومقابلة الاخيرة البطولة في السنة 96-97 في جزائي العاصمة ولهذا قضاء وقدر يعني وش كلي كان يسخيل باللي يعني لكالوندري يخرج مرتينزي بعضهم احنا كنا نربحنا المقابلة هنا في اتحاد العاصمة واحد سفر على ما اتذكر ولنا البطولة في الوعد السنة هدي كما مشغل اتحاد العاصمة شابب قاسمتين تقريبا نربح كل المقابلات داخل الديار خرج الديار كانت عندنا فرقة قوية جدا هجوم يعني قوي جدا لانه لا ها نذكر باللي كان احسن انه مهاجم الوقت كان ملك لشباب قاسمتين وكان يسجل اهداف يعني بكل كلمنا بكل صراحة سيد بول حبيب انت توضع الى جانب بعض الشخصيات في القائمة السوداء انصحها القول بذلك للشخصيات اللي تقوم بترتيب اللقاءات في البطولة الوطنية بكل صراحة هل سبق لما سيد بول حبيب يعترف في قناة النهار انه قام بترتيب مباراة معينة شوف تأخذ عسلوني كيما يقول لكل نجاح هذا يجي بالاعداء والناس دي بره هدو تمانا يعني مع كل احترامات يعني للجمهور الجزائري اللي وكاينة اقلية لكيما يقولوا بكاين الدعايات حتى دي تمنشورين بالدعايات باللغة الدرجة والدعايات باللغة الدرجة هي الابروباظوند انا على حسب اضمن نواة اضمن تجرباتي في كورس القادم انا نضمن هذي حكاية تعترتيب المقابلات الا اكذوبها علاش بس كدر كن ولي ونفسر وكل واحد يدي بطولة انو ارتب المقابلات ما نخلصوش انا على ما اضمن انا يا ما تقول لي انت قائمة السوداء والله حمرة والله بيضاء لكل واحد حر في القوائم اللي حطها ولكن الواقع الواقع وش يقول انا على حسب ما اضمن اللي عرفت يعني بديت انتبع يعني جميل التعقل وبديت انتبع كورس القادم اه نضمن كل الفير اتعرضت المشاكل هدو هنا نتنشو على شبيب القبائل اللي عبوا مقابلة في النبا وين كي اللعب رمال قميس والناس بكل تهم شبيب القبائل باللي رتبت المقابلة بهدات الشمبيونة نتذكر انو في 72 مولودية وهران ربحت مقابلة في الاخيرة كيف كيف ودت البطولة مع شباب قسنطينة وين قالوا رتبوا المقابلة نتذكر انو وفاق سطيف بعض البطولة تهموهم باللي رتبوا المقابلات هل تقسم سيد بو الحبيب تقول انك الجامي رتبت مباراة معينة طبعا نقسم باللي جامي رتبت المقابلة لا على وصلنا لترتيب المقابلة يسمى خلاص ما نبقاش بوضبول انا نظن نظن انا على حساب الظن تعيهد وإعداء ومرض لكن لماذا بو الحبيب يقول اسماء معينة ما كيش دخار نجاح وقلتك لي ياخذ بوطولة ومش غير بو الحبيبة لي ياخذ بوطولة يقولوا رتبت مقابلة ما انت ما كذبوش على بعضانا انتا كنت تقول دركة السعيد علقا كي كان في اليسماء اعطيته مقابلة سمارتبنا مقابلة با اليسماء ذات شمبيونة دونك ومش غير بو الحبيب برك اي واحد يحصل على بوطولة اي واحد يحصل على كأس تكون هادى الاتهامات وهذا نقول لك مرض في بعض المسيرين ومرض في بعض المناصرين ومرض في بعض الاعلاميين تاني ما درخ ما مبقاوش شوف لي عندو دليل على مقابلة ترتبت في البوطولة الوطن هي قدم الدليل اخويا ويتفضل لي العدلة ما كاش البيعوش في البوطولة الوطنية الناس ملقاوش بيخلصوا اللاعبين الحمد يقولك انت يرتبوا المقابلات الناس يعني نهضروا بكل صراحة اعطيني فارق مخلص اللاعبين وما كانش فارق عندو اللاعبين تعم خلصين مية بالمية يعني كنت روح للسيارة تلقى معظم اللاعبين اللي يخصوا من فارق شاكي بالفارق تاهم الناس ملقاوش واشي يصلكوا باللاعبين تعم بيش للكوا المقابلات محمد ابو الحبيب خلينا نروح الى تجربة اخرى كانت ممكن توصف انها قاسية في المشوار تعاك ما وش مشوار المهاني يعني المشوار الشخصي هو دخولك الى السجن لماذا دخل سيد بو الحبيب الى السجن لا هذيك العشرية السوداء ما يشغل السجن الناس ماتت وناس قتلوهم وناس دخلوا السجن وناس خطفوهم وناس دوك ينتكلموا عنا العشرية السوداء من التسعين للفين ما دوك بيدون تعليق امور انا هكي تقول دخلت السجن ولا دخل بورقي بادخل السجن سعيد سعدي دخل السجن الوزح من دخلت السجن عبدالله شاب الله دخل السجن بدون من زيدون تكلموا على شخصيات كبيرة عظيمة في التاريخ دونك السجن هذا ومش السجن اللي يعيب تاريقة اللي تدخل بها السجن فرق بين واحد سرق عظمه ولا واحد دار اختلاس ولا واحد قتل ولا دار جريمه وفرق بين واحد نجح في مشروع ما داروا له كان مادة دركة والكستجن تعسفي على واش خلقة المادة هذي لانه المشرع الجزائري في سنة الفين وواحد وشكرا كبير للفاخامة رئيس الجمهورية وان كان تعديل تعقانو الاجراءات والقانون المدني والقوانين يعني كانت اجراءات وكان اصلاح العدلة الحمد لله لانه قالوا ولو يتكلموا على استجن التعسفي لاش لانه وكان في الواقع استجن تعسفي وكان تعسفت وكان الناس تريق للمشاكل تحاب بالعدلة وكان الناس تنصب للناس بالعدلة الحمد لله لا نركز على حاجة مهمة جدا الحمد لله رانا في الفين وثلتاشن وين عاد الجزائري عنده الحقوق تعو وعادت الناس وسي امام العدلة وعاد القاضي حر وعاد البروكير الحر وعاد الشرطة كم يقول في خدمة المواطن وعاد حقوق الانسان على ما يرام خلحت نحن لقاف القاضية تعك لسببها تخل السجن تتؤكد على انه مهمرة مكيدة وانك كنت ضحية النجاح تعك ضحية النجاح تعي شكو هاتي الاطراف لدخلاتك للسجن نقدر نتقع لنولدي والأمور كان الناس ماتت وعاد راكم سامح ولا سيد بوعد لا انا قدام ربي ما نسامحش في الدنيا نسامح باشكو قادر دوك نتانين نولي الحكايات تعالى نخل فالتار ومتار ولا حويش لكن انا في الدنيا هنا في الدنيا رانا انسان يحترم قوانين الجمهورية ويكون مواطن صالح ولكن عند ربي نسامح تواعد لانه وعد يضيع لك عيش على سنين من عمرك ولله 15 سنة من عمرك وشكو ليسامح هذا ما كايش ليسامح وانا الحمد لله انسان مومن سمع نبلي بللي يدلك حاش وخبه هالك اليوم القيام لكن لما دخلت للسجن سيد بو الحبيب كانت عندك امتيازات في السجن يعني وفق المعلومات اللي عندنا انك كنت توفر على تلفاز ملون في تلك الفترة كان ممكن حاجة كبيرة في السجن كيف هالك تقول لي امتيازات في السجن يعني بهم انضحكوا الجمهور شوية كيه ما كانش امتياز في السجن يعني واحد يستلم لك الحرية تاعك وش من امتياز تحط مقارنة بباقي السجن وكانت كانت عندك امتيازة ويجيبولك ما يجيبولك في السجن نراك يا اخي مسلوب الحرية تاعك وزيد سخصة كيعد السجن باشك انا نوضح الجمهور بايك لا حاجة مريحة الجمهور لازم يعرف باشك كين رجال ممكن يقدر يقدر يقدم حواج احسن لانه انا شاب بقى سنتين كي رحت انا للسجن في 97 كنت باطل الجزائر انا كي واللي تبع 13 و14 سنة في 2010 من 2010 ونحقق في نتائج مع الفريق هذا حب وكاريه من كاريه ان 2010 صعود من تأهل بطولت افريقيا ان نطرح سؤال الهنا ما رأيك كون نايا في 97 ما دلو لش مكيد وما دون يش للسجن وش يكون ما صير تع شباب قسنطين سبعة وتسعين الى اليوم يعني وش رأيك انت خطراش كانين رؤساء فريق لي كانوا معايا في 97 ما زالوا في الفريق تحم وعلى رأسهم محمد العيب وحناشي وش رأيك كلبو الحابي بقعد هو رأي الشباب قسنطين من 97 الى اليوم قده شباب قسنطين عندهم بطولة وقده عندهم حاجة يعني والله كأس دونك هنا 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 يزم نسميه الحويش بمسمياتي هاي واحد سلبوله الحرية ونحاوله عشر والله خطناش سانة على الاقل من حياته وعليش باش كان من موش للعالم بتاع السيجن بارك ومبعد الحياة المهنية فزدوها لك قعدنا رقب قضائيا وحتى الفين وستة والانسان قعد اشار قبل فين ووعد دونك احنا واش نقوله الهنا بارك نقوله هادو هادو يكونو درس للمستقبل باي جزائري خطر اخلاف الحمد لله قلت لك كان قوانين تعدلتها عدت ما من درك السيجن احنا نرفع القبة على العدالة الجزائرية والمشرع الجزائري علاش كان قوانين تبدلت حتى درك السيجن الاحتياطي عد حالة استثنائية هل صحيح انك حاولت الانتحار خلال فترة السيجن تاعك لا تسمع محال هادو كيف موقت تدخل في باب الاشاعات او هرب مستجن وحاول الانتحار حاول الهرب ما هربنا ما انسحرنا نحمد ايذرنا قدامكم لنا شركة تاصيلي مع بداية هذا الموسم قامت بالتعاقد مع الناخب الوطني سابق سيد ربح سعدان لكن سيد ربح سعدان ما عمرش مطولا وتتهم على انك انت لكت وراء راحل سيد سعدان من المنصب تعول اللي اوكل اليه وهو منصب المدير الفني للفريق يقال انه من اسباب مغادرة على سيد ربح سعدان واللي انت كت وراءها انه سيد سعدان لما كان عندك في الفريق في الفترة سابقة موقفش معاك بعد دخولك للسجن لهذا انت لقيت الفرصة المناسبة لتصفي فيها حسابك مع سيد سعدان شوف سيد ربح سعدان اولا هو من مواطنين مدينة قاسنطينة رغم انه مزج في مدينة قاسنطينة ولكن كل مرة فترة كبيرة في مدينة قاسنطينة الحاجة الاولى انه علاقة طيبة معه وللامان اول فريق اخداها في البطولة الجزائرية ربح سعدان هو فريق شاب قاسنطينة وانا كنت على رأس الفريق فيما يخص الامور هذة اللي قاعد يتكلم عليها ولا تقول لي للجمهور طرح فانا ما عندي حتى مش كن اه سعدان هو ناخب وطنين قد مكنن له الاحترام والتقدير واول حالة اول واخير انا عندي صلاحيات في شاب قاسنطينة لا به انت عقد لا به اللي بيري انا مشرط عضو في مجلس الادارة ومكلف بالمديرية الرياضية مؤقتا يعني لماذا غادر ربح سعدان في سرعة هذا ماذا بينا للسؤال هذا طرحه على المدرب ربح سعدان لاني انا من قدرش نجاو في مكان ولكن لماذا الجامع يتهمك في قاسنطينة شوف بقاسنطين هيتهموني ما يتهموني شذيك حاجة خلاف ليتهم عليه وليجب البرهان باللي كان من هالحكاية هذي انا ما عندي حتى علاقة بقضية سعدان يعني هو ما انا نظن انا الاحزاب علمي هو اللي اختار بهم يعني كان اضرب فترات كونسورتاسيو بعد هو دار تغيير السلوطات المحلية وما يقدرش نجيب قاسنطين هذلك ماشا ناليا مقدر انا ما نقدر نجيب وما نقدر نخليه روح وديجا هو رح يحكم المدير الرياضي انا ما عندي مشكلة معها هنا محمد ابو الحبيب يصف نفسه دائما بالراجل الناجح رياضيا عن اي ناجح يتحدث عنه سيد ابو الحبيب لو تكلم بلغة الالقام تمكنت من جلب بطولة واحدة لفريق بحجم فريق شباب قاسنطين ممكن لو كان هناك رئيس اخر ممكن فريق شباب قاسنطين او بالعديد من الالقام عن اي ناجح يتحدث عنه سيد ابو الحبيب شوف اولين انا ما قاعدش نقول انا الرجل الناجح الساعة هذي 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 انا انسان متواضع حط الولا لكن توصف نفسك بانك مسير جيد الناس همال يقيموك والله لم يقيموك شالناس حتى وان يقيموك شالناس يقيموك الاعمال تاعك وش قاعد تعمل لكن بلغة الارقام مجلب واذا شيء الفارق عاد بطولة واحدة سمح نتكلم انا ما قلت شان هو كما قل لك نيميرو انا انا من زكيش نفسي الناس يزكيوني بصح حتى وما يزكيونيش الناس الناس يقيموك العمال تاعك الواحد ويجيب كوم ريزولطة درك انا طارابور اللي خدمو في نفس المنصة بتاعي درك انا اخدمت اربع سنوات في قسنطين انا مرتين متتاليتين نلقى الفارق في الدرجة التانية نطلع به الدرجة الاولى في ضرف اربع سنوات خمس سنوات حققت البطولة المرة هدي جيت لقيت الفارق في الدرجة التانية طلعت به الدرجة الاولى مع احترام الفارق لي بايا مانيش وحدي تفهم باللي قبل مجيش الشركة كنا مجموعة بعد مانيش انا وحدي مجموعة معرفة على مستوى مدينة قسنطين ورغم هذا حققنا يعني كاين نمو تستطر حتى ونكون بشوية كاين نمو كذي ما تقول لي انتهي اه اكون بالك جاء واحد خلاف في مكانك وكان يقدر يحقق احسن مني انا معاك ولكن في الواقع جاء الناس في مكاني يعني من السبعة وتسعين الى الفين وعشرة كانت كاينة 13 سنة ضم كاينين جاء ناس في مكاني ما نقولوش ما جاوش وناس جاو وتيق كاينة يعني جاو الناس لانه الفارق ما قاعدش بيدون مسيينين من 2007 وعشرة وما قدروا شي حققوا وش حققنا احنا من نموش الناس يعني يقولك من اجتهد واصاب فلاه اجرين ومن اجتهد واخطأ فلاه اجر واحد احنا ما جلش احنا نحسب الناس كل واحد مشكور على المجهود اللي دارو ولكن نحب ولنكره وكان واحد مع هالرزلطة وكان ما كانش هذا نفس الشي انتبق على الناس بكلنا حتى في الناحية السياسية نشوف فيه سياسيين كبار في الجزائر ومسؤولين كبار حققوا نتيج ولكن رغم هدا الناس ما يستعرفون هش من النتيج لحققهم كنقولوا حققوا نتيج مو شرط تدير نتيج كبار بصح بارابور نهزوا مسؤول من مسؤول واحد مسؤول يجيب حاجة ولو كان ضائلة ولو كان يجيب بعشرة بالمئة لازم نشاهدونه لكن لماذا لماذا اغلب الفاعلين السابقين في فريق شباب قسطينان تكلموا على مسيرين او رؤساء اندية بقدرهم نقوله يكرهوا سيد ابو الحبيب على اعتبار انه يوصفوه على انه ديكتاتوري وميتقبلش الرأي الاخر لا بالاكس انا واحد كيقول ربي سهل علي كل واحد مش يقول انا كيقول علي يا ديكتاتور ولا مانيش ديكتاتور ولا حاجة انا المهم المهم اني انا ضامير تاعي مرتاح انا قاعد نحاول نقدم للفارق تاعي يعني المزيد نقول كان الفارق هذا مو شي وانا بطراش اتي جيت من مدينة خلاف للفارق هذا انا ابن الفارق نحب الفارق كنت مناصر في المدرجات كنت ندي براسي مع الفارق بالبوندرول دون كان الفارق هذا يا اخي راه الفارق تاعي تما فارقي انا اللي دول الفارق اللي نحبه انا يا دامير تاعي هاني علاش قاعد نقدم اقصى ما نقدر نقدمه للفارق انا درو كنت تفهمه مليح انا كن نلقى كفا نجيبلو عشر بطولات الفارق هذو كنجيبلو عشر بطولات ولكن كين فرق كبير وش ينتمنى وش قدروا نديرو لا تجري الرياح وبنى بما تشتهي السفرن يا اخي دون كان نبين وش نتمنى نكن مناصر تاني نتمنى الفارق كل عام يدي الدوبلي ولكن لا غالب ساعة نتمنى وما نقدروش انا يراني فاتح الباب انا كن نلقى واحد درك يجي يقدر يدير انا بلوس الشباب قصد انا هو نسفق لول وناني نحلو الباب وناني نجلس لكن نفس الكلام لتكلم فيه في كل مرة لكنك ما تغادرش تقول اني مستقيل من المنصب بنغادرش انا يا لي لكنك عاود تولي المنصب يعني سلونيا كي نغادر انا شاب بقى صنطينة نغادر فيك يعد داخل واحد جيبا بلوس انا لي كان قبلي لي كان قبلي ما خرشوش بيتيسيون للشهادة والناس بكولي في قصنطينة والجمعية العامة والصحافة احنا كي جيت انا ولل الفريق انتاعي في الفين وعشرة احنا ما درناش بيتيسيون حين الرئيس لي كان قبلنا احنا الرئيس لي كان قبلنا استقال يعني به التاريخ يجهد يجهد انو عمرنا انا والناس اللي معايا عمرنا ما جينا نحينا واحد بيتيسيون لا درنا له مؤامرة ولا احنا الرئيس هو لي استقال كي استقال الرئيس وقال ما نقدرج جينا احنا خدمنا المهمة انا جيت في 93 وتسعين ما نحيت حتى واحد ما درتش بتيسيون جيت نورمال حطوني في جمعية عما انا عمري ما جيت كي يقول كده امري ما جيت بتيسيون لا انقلاب الله انا نجي كي يستقل الرئيس وهنا تعرف القيمة اه انا وفارقي ان عمرنا ما جينا الواحد درنا له بتيسيون انا نحيناه والحمد لله التاريخ يشهد على ذلك والحمد لله كل ما نجيوا الشباب قسنطينا انه ما تدو ان بلوس لانه ليجي انا انا من اللي ديفين لا ديفي ستاعي تسمى ما نقدرش نجي لشباب قسنطينا بلا ما نجيب البلوس معايا كي نجيب البلوس نجي انا كي جيت شباب قسنطينا بيا بالناس اللي كانوا ورايا واللي ورجال خفائلي معايا ستا تركين الرجال يحبوا الفارق محبوش يظهروا كين الناس قاعدة تعاون في الفارق كين الناس على اعلى مستوى كل واحد عنده فارق يحبه وذي كورس القدم كورس القدم راهية كي ما يحبها رئيس الجمهورية يحبها ابسط عامل في جيد ستا كورس القدم هدي لعبة شعبية يحبوها الناس اكبر لعبة في العالم انا على الاقل لكي نجي نجيب البلوس الوقت فقط راوي دهمنا يقال انه سير قوة سيد محمد بول حبيب في فارق شباب قسنطينا هو لجوء الى البلطاجة ليسلطهم على كل من يخالف الرأي تعاون انا عمري ما لجأت للبلطاجة والدليل على ذلك اه لميديا ولو شباب قسنطينا انه خدا كأس الروح الرياضية مرتين خداها في سبعة وتسعين لا ما تسلطهم اشتاع الانصار تسلطهم على المعارضين تعاونه هم المعارض حين اللي سلطنا عليه الناس حين المعارضين تعنا معزازين ومكرامين عمرنا ما كسنا واحد منهم معارض في بلاستو محب في بلاستو انا عمري 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 ما استعمل شوف بلا كان الرئيس قلال الرؤساء لي ما يتكلموش مع الانصار في الامور هذي انا قبيل قبيل صباحا قبل ما نجي نسجل عندك الحصة عيطوني اه تقريبا يعني اه مجموعة كبيرة من الانصار با هي روحوا وقالوا لي انا روحوا للمدرب من بعد ولا انا قبيل قلت لما انا منسقته واحد في الملعب واحد ما يتكلم مع المدرب واحد ما يتكلم معه اه شوف انا والبلطاشة شافي دو محنت لقاو خطين المتوازين محمد ابو الحبيب انت توصف كذلك على انك تبيع الوهم للانصار على اعتبار انك تصف انصار فريق شباب قسنطينة بالاحسن او بالاحرى من الاحسن عالميين على اعتبار انه صحيح انه فريق شباب قسنطينة وخاصة الانصار تاعه انصار من ذهب لكن نوعا ما مبالغة اعتبارهم من الاحسن عالميين نشوف انك تبيع الوهم للانصار كيف ذلك على اعتبار انك توصف انك عندك احسن انصار وعندك احسن ملعب ومن بين احسن الفرق في الجزائر لكن دائما الفريق يلعب على الباقاء شوف اولا دي تانبيعات من الوهم انه احنا امرنا ما بعنانا من الوهم وامرنا ما وعدنا وعد ما وفيناش به احنا وعد الوعد وعد الحر دينون عليه ولهذا انه نتحرم ليه واش نخرج من فمي لانه يقولك الكلمة المثال المشهور للمثال الجزائري واش يقولك يقولك الكلمة قاعدة كيلو جهة على البارض كيتخرج تخدش او ترجحها ولهذا انه نعرف واش نتكلم مليه انه عمري ما وعدت الانصار بوعد موفيتوش معهم كي نقولهم نديرو صعود نهارك شفت المستوى تعال الفريق ممكن يصعد ويصعد في الضرجة الاولى اعطيتهم وعد في بداية البطولة قلت لهم تصعدوا ونصعدوا في الضرجة الاولى صعدنا احنا اللولين كي قلت لهم نديرو المانتيا الحمد لله راهم عندهم طرواز ظاني ورا بعضهم في اللا ديفيزيون اين ما تنساش باللي شابب قسنطينة عمروما قاعد ثلاث سنوات في الضرجة والساعة الاولى ومتتالية لي عمروما قاعدين نوفيو فيه لي حاليء جاعدين نوفيو فيه علي هادا الام هادا يقول وهنا نقل هنالعب لي واحد اني بهم نقول الفريق لحب يلعاب البطولة قطلت لهم يتفضل يجي وبانبليس wo attiva وعد الانصار ان خطرش مام يجيول يكدب يكدب دركة. ويقول لهم انا انوعدكم بالبطولة والله العظيم ان نصبه انا غارزيتو غارزيتو علاه قررنا باللي نعطيه الوراقة البيضاء لانو قال لك خليولي الوراقة البيضاء ومن سحق التوعديز يدخل روحوا معيه وخليولي الكوتي تيكنيك اسمه هذا احنا عليه بوسينا هكذا وخلينا الامور تكون واضحة لازم الجمهور يشوفها بهكي نعطيه الوراقة البيضاء يتحمل مشؤوليته وقت الحصان تاها في الاخير شي راهو نادم عليه السيد محمد بو الحبيب الفرصة متاحة عليك في قانتناها تكشف عن شي ممكنك نادم عليه سواء في حياتك الشخصية او في مصارك المهاني انا ما كذبش عليك انا عندي قوة شخصية وان واحد كي تعد عنده شخصية قوية مايندمش على وانا نادم نادم بوتاتر كون كي تعد غلاطة كبيرة او حاجة ماين انظرن في حياتي ما اندمت علي حتى حاجة من بالقضاء او القدري يعني يسمى حاجة تصرا لكي مكتوبة وشحي الانسان كي يزاد من كرش الموسي طاديرو عمبلو كل شو مكتوب وشحي عليه نندم شي مكتوب ولكن تبقى الانسانه عايش حتى يخدم الندمش انا لعطيه حاجة ما عنديش حاجة من العليا شكرا مرة اخرى السيد محمد بو الحبيب على كل هذه الاضاحات المدير الرياضي لفريق شباب قسنطينا الشكر الموصول جمهور الرياضي الجزائر الكريم على حسن المتابعات تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العامل معي الى الملتقى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة